موضوع العمر الافتراضي ده هيعمل فرق الله العظيم شئ رائع فخليني وأنا يعني أرفع القبعة تحياتاً لجهاز حماية المستهلك ومجلس إدارته ورئيسه بالفعل ضفنا العظيم مهندس أيمان حسام الدين نروح بقى على زبا حدث قطيه كانوا خمسة وكم في المية الشكاوة بتاعة العربيات خمسة وستة من عشر خمسة وستة من عشر دايماً عاملين دوشة كبيرة جداً العربيات بص سيدي العربيات من القطاعات اللي تأثرت بالأزمات المتتالية وخلينا بسرعة كده نجمل المسألة أو نختصرها كده في كلمات بسيطة احنا ظهر عندنا أسماء الأوبر برايس والحجز والوالوالوال كلام ده كله سببه إيه؟ سببه إنه ما فيش عربيات نقصة أصبح النهار ده كل عربية فيه اتنين عايزينها فبقت فيه مزايدة في النص صح خلاص يبقى الأصل في الأزمة الأصل في الحالة أو الظاهرة اللي موجودة دلوقتي نقص المعروض طيب نقص المعروض سببه إيه؟ بسرعة كده كورونا مصنع توقفت مصنع أشبه الموصلات توقفت والإنتاج توقف في العالم فحصل نقص في الإمداد وبالتالي الحصة اللي أنت كنت تأخدها قلت الطلب زي ما هو فبدأت تحصل الفجوة اللي قدت ليه ظاهرة الأوفر برايز مم ظاهرة غير مقبولة طبعا غير مقبولة ليه؟ لأن الحقيقة بقت متروكة لتجارة غير منضبطة عشوائية لدرجة أن احنا ظهر عندنا نمط جديد من التجار اسمهم أشبه التجار أشبه التجار دي يعني ناس كده عادية زينا ياخد ربعمائة خمسمائة ألف جنيه يحط هنا خمسين في شركة كذا وخمسين في شركة كذا وخمسين في شركة كذا أو العربية تيجي يستلمها يباعها ويريح دفع إيه دا؟ ولا يدفع درايب ولا وفي نفس الوقت عامل أزمة في السوق وعامل ظاهرة وده بيمثل يعني نسبة لا يستهم بها شاء اللي هو أشبه التجار موضوع ما بقاش بس عند التاجر اللي احنا بنتكلم النهارده أنه هو يعني بيستفيد من الوضع بشكل غير شرعي لا هي الحلقات كلها بتاع التداول السيارات الحقيقة تحولت إنها بقى فيها عشوائيات فكلا بد من تدخل بقرار منظم القرار منظم دا خرج من جهاز حماية المستهلك بإنه لا يجوز بيع السيارات إلا بالسعر المعلم الوكيل حلو فإزاي بقى يعني أنتو شاطرين وهتطلعوا قرارات إحنا حنتحيل على القرار إحنا شاطرين فابتدوا يعملوا حاجة اسمها يقولك إن أنا هحط كمليات على العربية وبحق قانوني وبدأ يضرب لك أمثلة بقى بحاجات عالمية وبتاع ما فيه كذا تعديل السيارة وبتاع اللي هو يحط طقم دا وسادة تعديل عربية يعني واخد بالك ويحط الأوبر ترايس أنا الراجل اللي زبون مرضي يا سيدي انت زعلان ليه هو يشتري الفواحة دي 100 ألف جنيه هو راضي هو راضي لأ طب هنا ابتدنا تدخل دا كان قرار مهم جداً اتخذناه القرار دا بيقول إيه إنه رقم واحد نبتدي برضو إن الكماليات دي هوارد إنها تعمل كارسة في العربية طبعا إنه واحد بقى يركب حاجة في الضفيرة تعمل حريقة تعمل كارسة هقل على البيبرة الضمان أصلاً أيوة فكان الجزء الأول من القرار إنه لا يجوز بإنه يتم تركيب أي كماليات تؤثر على أمن وسلامة السيارة أو سرعان الضمان حلو دا كان الجزء الأولاني طيب هيبيعي الكماليات دي بكام بدأنا نبص الحياة دي ما كانتش لسه ظهرت كانت لسه بتقولي هادي آه يعني ورقة صغيرة خاضرة كده بدأوا يقيق يزرعوها في الغيط بتاع الفساد فقالك إيه حط 20% بقى 25% مسألة عرضه طيب فالجزء التاني من القرار اللي هو سبب لنا أزمة مع الجماعة الشاطرين أنه أيا كان الإضافات اللي أنت هتعملها العربية لا تتجاوز 5% من إجمال السعربيه العربية يعني عليهم دخدوا ضربة في مقتل دول تنظيم تنظيم وتنظيم مؤقت لأن دي في الآخر الظاهرة هتختفي في يوم الأيام لما يرجع تاني لكن هل نتركها كده لا ولا نتدخل طبعا ننزع لنا مننا لكن هي للأسف مش لا يعمم الكلام ده على كل تجار مصر ولا يعمم على كل وكلاء مصر أنت النهار ده بتكافح ظاهرة بتظهر في وسط جزء من المنظومة بالعكس أغلب التجار من الشرفاء وأغلب لوكلاء من الشرفاء وممثلينهم سواء شعب تجارية وكذا من الشرفاء لكن في قلة كده بتروح خارجة ودول اللي بتدي قانون يتعامل معه لكن زعله وده أعلنناه وإنه لن يسمح بإنها تتجاوز 5% بأي حالة من الأحوال حاجة الأهم من الشركات تعثرت في تسليم السيارات وبدأوا يدفعوا بالظرف القهري الظرف القهري إنه فيه استحالة في تنفيذ التعاقد لأن سلاسل إمداد توقفت سلاسل إمداد توقفت فالنهار ده بدأ صناع السيارات ومستوريد السيارات يدفع بهذا الظرف وهو الحقيقة فورس مجوري أو هي فعلا الظرف قهري طيب الراجل اللي حجز عربية وضع إيه أو اللي حجز تلاجة وضع إيه تمام؟ فابتدينا نحط خط فاصل كان يوم 12 أربعة لأنه كان تاريخ صدور قرار خاص لتسليم السلعة والسيارات أو السلعة بشكل عام سواء سيارات أو سلعة معمرة فاخدنا هذا التاريخ كخط وقلنا أي حد سدد كامل قيمة السلعة سيارة أو غير سيارة سدد كامل القيمة قبل تاريخ 12 أربعة يستلمها بنفس السعر اللي تم الحاجز به لأنه ما كانش أثار الأزمة كانت ظهرت بالشكل الواضح دفع كامل القيمة أو جزء منها كامل القيمة كامل القيمة كامل القيمة يستلم السلعة أو السيارة عشان تبديني واضحة بنفس السعر اللي اتفق عليه حلو وقت ما اتتعاقد جميل ودي بتبقى مثبتها في إيصال الحجز وإذا ما كانتش مثبتها في إيصال الحجز هنرجع للسعر المعلم من الوكيل وقتها جميل جدا أي حد ما سددش كامل القيمة اللي قالوله ما عليش تعالي خد فلوسك وإحنا أسفين طب دا يعمل إيه هنجري بقى في قضايا وكذا في الآخر اللي يدفع بالظرف القهري أمام القادي ويقول إن أنا تعثرت قلنا لا يا فندي الراجل دا يستلم فلوسه مضافا إليها أعلى فايدة بنكية في السوق المصرفي الآن 18% حلو جدا يبقى إذن لو حضرتك وعايز أقولك لو عملت دفعات إجمالي الدفعات تاخد عليها 18% احتسابا من أول دفع فالنهار دا ليه أنا مش هاخد الفلوس من الناس مع كامل إحترامي سواء أنا وكيل أو تاجر أو كذا أروح أحطها في البنك ولا أتاجر بيها وأرجع أقوله خد فلوسك صح ما ينفعش يبقى على الأقل إن الراجل دا وفرت له فلوسه في أعلى وعاء الدخاري موجود في مصر النهار دا حتى رغم إن هو أيام حجزه كان 8% أو 9% لا أنا أدي لك 18% ويسترد ودنا ثلاث أسابيع فترة لتنفيذ هذا القرار